ونبقى في موسكو وينضم إلينا منها دكتور أشرف الصباغ الكاتب والباحث والسياسي دكتور أشرف إذن أي صيغة تم التوصل إليها بين نتنياهو وبوتين فيما يتعلق بالتنسيق على الأرض السورية يعني في الواقع أنا أعتقد أنه خلافا لكل ما يقال عن هذا اللقاء وعن خطوراته وعن أهميته لا توجد في الحقيقة صيغة محددة يمكن الاتفاق عليها في لقاء واحد في ظل أو على خلفية صراعات عسكرية في المنطقة وصراعات تقسيم للدول ومحاولات لإزاحة أنظمة ومحاولات لتقسيم دول وعدوان دول على دول لأخرى من الصعب جدا التوصل إلى صيغ ولكن في واقع الأمر إذا أردنا أن ننظر بشكل منهجي إلى هذه الزيارة أو إلى هذه المباحثات فهي مباحثات ومحاولات لقراءة الأفكار لأن في الحقيقة إسرائيل تقوم بتوجيه ضربات وبقصف في الأراضي السورية في أي وقت فكيف يمكن أن يأتي بنيامين نتنياهو إلى روسيا ليأخذ ترخيص أو سماح أو إذن من الإدارة الروسية أو من الكريملين لكي يوجه ضربات في سوريا وهو الذي يوجه ويقصف يوميا في سوريا سواء كانت القوات التابعة للنظام أو القوات التابعة لطهران والمتواجدة في سوريا أي أننا الآن أمام بعض المشاهدات الواقعية والحقيقية ويجب في الحقيقة أن ننطلق من ذلك ولا ننطلق من أفكارنا أستاذ أشرف بعض التحليلات قالت أن نتنياهو يأمل من خلال هذه الزيارة أن يحيد الدب الروسي بين قوسين إذا أقدم على ضربة أكبر لأهداف إيرانية داخل سوريا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي طبعا سؤال يتضمن خمسين ألف سؤال في الحقيقة ولكن لنبدأ من مسألة تحييد روسيا لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا أي دولة في العالم تستطيع أن تحيد روسيا في سوريا لأن روسيا دولة كبرى وإلى الآن تمتلك اليد العليا في الأحداث السورية إلى أن يستجد جديد ويمكن أن نتحدث عن هذا الجديد وعن تداعياته ولكن إلى الآن لا أحد يستطيع تحييد روسيا هذا أولا ثانيا ماذا يمكن أن تقدم إسرائيل إلى روسيا لكي يتم تحديد روسيا في سوريا أو تحديد روسيا في أي دولة من دول المنطقة إسرائيل لا تستطيع أن تمنح روسيا أي مقابل مفهوم أستاذ أشرف لكن طيب في نقطة أخرى أستاذ أشرف فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وعلى غلفية الانسحاب الأمريكي الذي يتصدر الآن نشرات الأخبار والدوائر السياسية هل نتنياهو يأمل في هذه الزيارة أن يكون الموقف أو أن يستطلع الموقف الروسي من الانسحاب الأمريكي؟ يعني هذا مستبعد نسبيا ولكن مسألة الانسحاب الأمريكي هي مسألة في منتهى التعقيد في الحقيقة ويدور حولها لغط كثير وعادة وسائل الإعلام هي التي تلعب الدورة الأكبر لأن الموقف الأمريكي أعتقد أنه موزع ما بين عدة دول أوروبية على الرغم من أن هناك بعض الدول الأوروبية تبدو كأنها ترفض أو تحتاج على هذا الانسحاب ولكن في واقع الأمر هذا الاحتجاج هو مجرد مقدمة لامتصاص غضب إيران في اللحظات الأولى هو طبعا إحداث إيران لبعض الإجراءات الأخرى تمام هو طبعا زيارة نتنياهو معدلها سلفا قبل الانسحاب الأمريكي تمام كما تقول لكن أترك زيارة نتنياهو قليلا أستاذ أشرف وأتحول إلى موضوع الانسحاب الأمريكي الموقف الروسي حتى الآن يبدو غامضا أو لم يفصح عنه بشكل رسمي أنت تتوقع الموقف الروسي كيف سيكون؟ هل سيكون في اتجاه مناوء للانسحاب الأمريكي أم وسيط لدى إيران باعتبار أن روسيا أحدى الدول الموقعة على اتفاق خمسة زاد واحد؟ لا روسيا في واقع الأمر هناك مساران في هذا الموضوع المسار الأول هو التصريحات الروسية نفسها وهذه التصريحات أن وزارة الخارجية الروسية ظهرت وقالت أو أدلت ببيان قالت فيها أنها مستفيدة في كل الأحوال مستفيدة سواء بقيت الولايات المتحدة في الاتفاق ومستفيدة في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بل وهددت بأن انسحاب الولايات المتحدة سوف يطلق يد روسيا لتزويد إيران بما تريد أن تزويدها به هذا الموقف الموقف الآخر روسيا مستفيدة لأنها سيدة اتفاق النفط مقابل الغزاء وروسيا تأخذ النفط الإيراني بأسعار أقل وتبيعه بأسعار أعلى وهناك اتفاقيات كثيرة بين روسيا وبين إيران سواء في ضمن بعض البرامج الأممية أو على المستوى الثنائش شكرا لك وبالتالي روسيا مستفيدة في كل الأحوال أشكرك سيد أشرف الصباغ الكاتب والباحث السياسي من العاصمة الروسية موسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر